السيدات والسادة أهلا بكم من جديد وصلنا مع حضراتكم إلى هذه الفقر الحوارية الرئيسة في شارع الجنوف في ليلة الأحد في قول للإمام الحسن البصري إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا اللهم اجعلنا وإياكم من الفائزين في هذا الشهر الكريم إن شاء الله كيف نستقبل اليوم أو الليلة الأولى لشهر رمضان الكريم كيف يستعد المسلم لهذه الليلة ما هي الأداب والسلوكيات التي يحرص عليها طوال هذا الشهر وما هي الأخلاق التي يجب أن يتحل ويتخلق بها على كل الأحوال معنا في هذا اللقاء مفتي المالكية في دائرة الشرق الإسلامية في دائرة شوني الإسلامية بدبي بالإمارات الأسبق وأيضا أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية وهو حاليا عميد كلية دار العلوم بجامعة أسوان أهلا بك سيد العميد وكل العام وأنتم بخير سيد العميد يعني إذا أراد المشاهد الكريم كيف يستعد لهذه الليلة ولهذا اليوم الأول في شهر رمضان بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا لله في خلقه شؤون يبديها ولا يبتديها يرفع أقواما ويخفض آخرين نعم ولله في خلقه اصطفاء واجتباء نعم كرم عبادا وحرم أشهرا نعم واصطفى رسلا وله في اجتبائه واصطفائه أن الله عز وجل يعلم عن علم سابق أن الأفضلية حينما فاضل الزمان وفاضل المكان وفاضل أزمنة على أزمنة وفاضل أمكنة على أمكنة ففاضل شهر رمضان فهذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وآله 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 يقول هو شهر ليس للمؤمنين شهر خير منه الله نعم ليس للمؤمنين شهر خير منه نعم ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله ليكتب أجره ونوافله ويكتب شقاءه وإصره يكتب إصره وشقاءه نعم من قبل أن يدخله كما أنه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان يقول ما يعني لقد أظلكم شهركم هذا شهر رمضان شهر رمضان فرض الله عز وجل عليكم صيامة فرض الله عز وجل عليكم صيامة هذا الشهر الذي فرض الله عز وجل عليكم صيامة يكمل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم يا سلام وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد فيه الشياطين تصفد فيه الشياطين لله فيه ليلة لله فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم يا الله أعوذ بالله من هذا من حرم خيرها فقد حرم كما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يستعد له استعدادا شديدا هذا الشهر الكريم الذي أكرمه الله عز وجل بأن أنزل فيه القرآن نعم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نعم كما أن واثلة ابن الأسقع روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف موسى صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان الله الله صحف إبراهيم أنزلت في أول ليلة من رمضان وأنزلت الطورة لست مضين من رمضان طورة وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن في الرابع والعشرين من رمضان الله الله هذا يعني من كرامة هذا الشهر المبارك قد يتساءل سائل نعم وهل كان في هذا التوقيت هناك رمضان نعم نعم شهر رمضان الذي أنزل عليه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس لا يعني أربما يتساءل المطورة يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم نعم إذن كان هناك رمضان نعم مش كده برضو طيب لكن ليس بالكيفية التي يصومها المسلمون في هذه الأيام أو يعني في أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم أيضا، النبي صلى الله عليه وآله 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 وصحبه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة فيدارسه من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة نعم دمين حضرت النبي صلى الله عليه وسلم طيب الاستعداد لشهر رمضان كيف نستعد لشهر رمضان نعم نستعد لشهر رمضان بثلاثة أمور التخلي والتحلي والتجلي نعم التخلي أن أتخلى عن أتخلى عن الرزائل نعم والمبقات الإنسان يكون قد احتاد على الرزائل والمبقات وأخطاء وسيئات وعدات سيئة كان يقترفها فعليه أن يتخلى عنها تماما نعم كان عقل لولديه عليه أن يبر كان يقترف المبقات والخطايا والذنوب والأثام عليه أن يعود إلى الله عز وجل نعم كان يكتسب المال من الحرام عليه أن يعني يصفي جيبه من المال الحرام نعم وأن نقي نفسه من الشائبة التي تشوبه في كسب المال الحرام نعم أيضا إذا كان الإنسان يعني يتثاقل في أداء عمله عليه أن يرعي ذلك جيدا وأنه لا محالة مستوقف ومسؤول بين يدي الله عز وجل يسأله عن هذا العمل الذي تعاقد مع أي مؤسسة فيه نعم أن يؤدي عمله على الوجه المطلوب كما سنرى كيف يصنع بعض الناس في شهر رمضان نعم أيضا التحلي أن يتحلى بالفضائل نعم أن يرعي ذلك جيدا يتحلى بكل الفضائل عليه أن يبر والديه وأن يعلم يقينا أن بر الوالدين هو الموصل أو الموصل إلى طاعة الله عز وجل ونعم بالله سبحانه وتعالى طاعة الوالدين هي الموصلة نعم طيب عقل لوالديه ولو صلى وصامى حتى صار جسده مثل الوبر ومات ووالده غبانان عليه لقي الله عز وجل عليه غبان لا إله إلا الله ولذلك لما ذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه سلم وقال يا رسول الله إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه قال من بقي من والديك؟ قال أمي قال يلزم قدميها فثم الجنة يا سلام يعني هم المسأله العباد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحس على ذلك والسنة تحس على ذلك والشرع يحس على ذلك أيضا هذا التجلي فإذا ما تخلى ثم تحلى يتجلى الله عز وجل عليه بالقبول يقبل الله عز وجل أعماله ويقبل أفعاله شريطة أن تكون خالصة لله عز وجل أن يقبل على الله عز وجل حسن إقبال أن يقبل على الله عز وجل إقبالا حسنا لماذا؟ إذا أقبل على الله عز وجل إقبالا حسنا إقبالا مجردا من الرياء مجردا من السمعة إقبالا مخلصا لله عز وجل ولذلك الإمام الحسن البصري كما حضرتك ذكرت قال إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه لمرضات الله عز وجل فسبق قوم ففازوا وتأخر قوم فخابوا فالعجبوا في الآخر في اللهاية كلمته يقول فالعجب لله اللاعب لله اللاعب في وقت في وقت يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون الله عز وجل ويخسر فيه المبطلون طيب الاستعداد إزاي هؤلاء الصالحون كان يستعدون للقاء رمضان والاستقبال شهر رمضان سيدنا سفيان الثوري كان يترك أعماله وأشغاله ويكب على القرآن الكريمي تدبراً وحفظاً وعملاً وسلوكاً الإمام محمد بن إسماعيل البخاري كانت له ختمتان ختمة في النهار في كل يوم في كل نهار من أيام رمضان يختم فيها القرآن الكريم وختمة كل ثلاث ليالي في صلاة الترويح الله الله في صلاة الترويح أيضاً قال الزهبي بلغنا أن حماد بن أبي سليمان وكان رجلاً ذا سعة من المن أو ذا دنيا متسعة كان يطعمه في اليوم في كل يوم من أيام كان يطعمه في شهر رمضان خمسمائة إنسان يعني كل يوم يطعمه في خمسمائة إنسان يا سلام ثم بعد ذلك يعطي مئة درهم لكل واحد منهم بعد العيد كل واحد من هؤلاء يعطيه مئة درهم بعد العيد أيضاً هؤلاء العلماء عرفوا طريق الله عز وجل واستقبلوا هذا الشهر استقبالاً فيه بشاشة ليس استقبالاً فيه ضجر استقبالاً فيه بشاشة لو نحظت أن الصحابة الأجلاء وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الغزوات كلها فين الغزوات كانت كلها في شهر رمضان نعم غزوة بدر وحطين كانت فيه المعارك حطين كانت في رمضان انتصار المسلمين في الأندلس كانت في رمضان مش كلا برضو نعم طيب كل الانتصارات كانت فيه في رمضان فكانوا يستقبلونه استقبالاً حسناً حتى أنهم كان الله عز وجل يفتح عليهم فتحاً شديداً في لماذا؟ لأنهم أحبوا هذا الشهر الله الله وليحبهم لهذا الشهر الله عز وجل أكرمهم نعم ومنحهم وفضلهم نعم طيب فضيلة الأساذة دكتور محمد أو الشيخ عميد كلياً ضر العلوم بجامعة أسوان ما هو فضل القرآن في هذا الشهر الكريم فضل القرآن في هذا الشهر الكريم أن الله عز وجل أنزله في هذا الشهر الكريم نعم وأن الله عز وجل إذا ما أكبل إنسانه على قراءة القرآن الكريم الله عز وجل يفتح له كل المغالق يفتح له كل في الحديث القرسي الجليل يقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا هذا الحديث الجليل من شغله القرآن عن مسألة أعطيته أفضل مععض السائلين الله وإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه كفضل الله على خلقه فهنا الإنسان إذا ما شغل قلبه ولسانه وذكره وفكره وخاطره بتلاوة القرآن الكريم الله عز وجل يمنحه ولذلك من شغله القرآن عن مسألة أعطيته أفضل مععض السائلين وإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه هذا هو القرآن الكريم هؤلاء الصالحون الذين ذكرتوا بعضا أو طرفا منهم حينما كانوا يكتبون على قراءة القرآن الكريم لو لأنهم عرفوا الفضل ما صنعوا ذلك نعم لما صنعوا ذلك ولذلك كانوا يتركون كل أعمالهم لإيه لقراءة القرآن الكريم ولذلك تجد أن هؤلاء حينما كانوا يقرؤون القرآن وحينما نقرأ نحن القرآن تشرق قلوبنا الله وتستنير نعم بكتاب الله عز وجل لأنه فيه الهدى وفيه الرشاد صحيح صلاح نعم وفيه الفلاح نعم القرآن الكريم ولذلك قارئ القرآن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر تعلم القرآن وعلمه الناس ولا تزالوا كذلك حتى يأتيك الموت فإذا أتاك الموت وأنت كذلك حجت الملائكة إلى قبرك كما حج المؤمنين إلى بيت الله الحر الله 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 فضل القرآن الكريم نعم وبعدين من تعلم القرآن وعلمه ألبس والده تاج من نور نعم ويكس والده حل تيدي لا تقوم بهما الدنيا طبعا خيركم من تعلم القرآن فيقولان بما كسين هذا فيقالوا بأخذ ولدكما القرآن الكريم فخيركم من تعلم القرآن وعلمه الله طيب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو الشيخ عميد كل دراء العلوم بجماعة أسوال لو تحدثنا عن فضل الدعاء فضل الدعاء الله عز وجل يفتح أبواب السماء على مصرعيها نعم ليدعو الإنسان طيب الدعاء ده معنى إيه فضله فضله أنك تظهر ضعفك وعوزك لله عز وجل ونعم بالله فإذا ما أظهرت ضعفك ورفعت أكفة ضراعة إلى الله عز وجل الله عز وجل يفتح لك أبواب السماء على مصرعيها نعم طيب فضل الدعاء كيف تدعو لكن فضل الدعاء هذا مرتبط ومرتهن بأمور نعم ما هي الأمور التي يرتهن التي يشترط فيها أطب مطعمك أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة نعم أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة الإنسان يرفع كفة ضراعة إلى الله عز وجل لو مطعمه حرام صحيح وما البسه حرام وما أكله حرام أنا أعسى فأنا يستجاب له فأنا يستجاب له ولذلك ورد أن سيدنا ابن دقيق العيد وكان علما زاهدا صوفيا أصوديا ورعا قيل أنه في يوم من الأيام كان يلقي درسه وتلعثب لسانه بكلمة فذهب إلى أمي يا أمه أخبريني عن حالي هل اقترفت ذنبا هل أكلت حراما قالت أبدا هل اقترفت ذنبا أو أكلت حراما قالت لا ثم بعد ذلك قالت أكلت لقمة من حرام ثم أرضعت قال هي هي الله قال هي هي إذن الدعاء شرطه أن تكون متذللا لله أن تنظر عجزك وضعفك وعوزك وعوزك لله ونعم بالله طبعا الدعاء ده يحتاج طب الدعاء متى يكون الدعاء يكون الدعاء في أوقات الصحر حينما تقوم بين يدي الله عز وجل حتى يكسوك الله عز وجل بنور من أنواره الممي حصل بصري قالوا له ما بالنا ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها نعم قال لأنهم قاموا بين يدي الله فكساهم الله بحلة من حلاله الله الله نختتم فضيلة الدكتور بدعاء سريع وقصير في هذه الليلة المباركة اللهم إنا نسألك ونرجوك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين بحق اسمك العظم وبحق نبيك الأكرم بحق أسمائك الحسن بحق أسمائك الذي دعاك بها أنبيائك وأنبيائك فأجبتهم أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة تفرج بها قروبنا وتوسر بها أمورنا وتحقق بها آماننا وتنصر بها إخواننا في كل مكان اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم يا رب النبي عطف علينا قلب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضك عمي أسكن بيده الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصر الإسلام والمسلمين أما اللهم كما نصرت نبيك فانصر أمة وكما آزرت نبيك فآزر أمة اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا وأرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو الشيخ عميد كلية دار العلوم بجماعة أسوان شكرا فضيلة العميد وأتمنى لك كل الخير وكل الصحة وكل عام وأنتم بخير السيدات والسادة في ختامة تقدم لحضراتكم بخلص التحية وتقدير على حسن المتبعة وأشكر حضراتكم وأتقدم لكم مرة أخرى بالتهنيع بمناسبة بدء شهر رمضان عدى الله عليكم هذه الأيام الطيبات باليمن والخير والبركات وأيضا سيبدأ أيضا من حسن الطالع الصوم الكبير للأخوة الأقباط ويتزامن الصومان في وقت واحد ندعو الله أن تكون مصر دائما في محبة وسلام هذه تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل العام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر